نغير الثقافة نغير الفكر وبقول ده دور وزير الثقافة وزير الثقافة مش بس يدير مراكز يعني المراكز الثقافية ويدير الهيئات التابعة للوزارة لا وزير الثقافة وانا متوسم خيرا انه عايزين نغير الثقافة نغير الفكر عايزين نقود المجتمع نحو ثقافات معينة كيف يكون المجتمع المصري صديقا لسياحة ده ده عنوان كبير لوزير السياحة بقى وزير الطيران ورئيس الوزراء والناس بتوع التنمية السياحية والناس بتوع الترويج السياحي وكمان لوزير الثقافة بقول انه الموضوع يبدو انه مش اختصاص وزير الثقافة انه بقول له عايزين نطور المنظومة السياحية لا دورك دور وزير الثقافة انه عايز ثقافة المجتمع ازاي معرفة نحط خطة ان المجتمع المصري كيف يمكن للمجتمع المصري ان يصبح صديقا للسياحة وكيف يمكن ان يحب المجتمع المصري القطاع الخاص وكيف يمكن للقطاع الخاص ان يشعر بالحب المتبادل بينه والمجتمع احنا بنتكلم على الصدرات دائما وبنتكلم على الصناعة دائما وبنتكلم على التصدير دائما وبنتكلم على السياحة دائما لكن السؤال المفصلي اللي كل بياخجل منه هل المجتمع المصري بيحب الحاجات دي؟ هل المجتمع المصري قادر على انه يتفاعل مع السائح؟ يتفاعل مع المصدر؟ يتفاعل مع القطاع الخاص؟ يتفاعل مع الصناعة هل احنا بس بنعزب الحب والهيام للصناعة والصدرات والسياحة وفقط ولا فعلا كل واحد فينا بيقدم ما لديه لخدمة هذه الخطاعات الحب واحده لا يكفي والتصريحات واحدها لا تكفي وايضا الوعز لا يكفي احنا محتاجين نغير ثقافة المجتمع تجاه هذه الامور وده مش دور مصطفى مدبولي والحكمته لا والله ده دور المجتمع خاصة المفكرين والمثقفين وقارة الرأي وانا بقول تاني دعوة لقارة الرأي والفكر والمثقفين قوموا بدوركم يعني دور المفكر ودور المثقف الحقيقي والمثقف الحقيقي اللي هو بيكتب وبيقول وبيفكر وبيعمل لو افكارك وثقافتك ما غيرتش المجتمع ثقافتك انت وثقافتك والعدم سواء المثقف الحقيقي الذي يستطيع ان يغير من مجتمعه يغير افكار يغير الناس يحرك الناس عايزين ثقافة الانجاز ثقافة الانجاز الناس تحب الانجاز مين يعيد ثقافة الانجاز للناس ثقافة الكبير ثقافة الزوء ثقافة العيب ثقافة الصح والغلط الحاجات دي كلها يا جماعة حاجات تناثرت وتبعثرت بعثرت منا احنا عندنا يعني مجموعة قيم ربما اندثر البعض وتغير البعض لكن قادرون على ان احنا نعدها مرة اخرى وبقول ده دور المجتمع كله مش الحكومة اوه هتتخيل ان وزير يقدر يغير اوه هتتخيل المجتمع كله لانه المجتمع اقوى من الوزير المجتمع لازم يتحرك في اتجاه تغيير ثقافات معينة وانا مش عايز احاول الموضوع لوعز وارشاد لكن بقول تاني اذا كنا جدين حقا واظن ان احنا جدين في ان احنا يبقى مصدري بجد عندنا سياحة بجد عندنا نصناعة بجد عندنا تعليم بجد لابد ان نقوم بتغيير انفسنا الاول كمجتمع كناس كبشر كأسر تجاه كل هذه الامور ونفك بقى بعض الثقافات التي ترسخت في عقولنا وهي غلط اسوأ شيء ان فيه ثقافات وفيه موضوعات كده ايه على قد الحافك من درجليك والله غلط مين قالت لا يسيني غير يعني على قد الحافك من درجليك ده واحد بقولك يا عم على قدي غلط الميا ما تجريش في العالي مين قالك والله اجريت في العالي غلط ما هو انا بنطلع الميا من الشمال للجنوب بكم متر بيطلع وطلعت من بحيرة ناصر لتوشكى طلعت الميا بتطلع في العالي امثالنا كانت غلط بتحض على ان احنا ننكافئ على زواتنا وان احنا لنا تطور وفكرة ان احنا قادرين على التغيير فكرة بتموت من خلال حتى امثالنا الشعبية العلم ما تلاش على الحاجة بلاقي بتعلم يا سيدي خلينا نتغير خلينا نغير ثقافتنا احنا الوضع بتاعنا احنا منتظرين ايه احنا دايما عايزين اليوم بيعد يوم بيوم مستقبلنا يمر دقيقة بدقيقة ولا عايز اتطور واعمل قفزات اذا اعمل قفزات اغاير تفكيري اغاير طريق تفكيري وتناولي للامور عموما